اشتركوا في القناة استعدادات حلبة البحرين الدولية لاستضافة أكبر حدثا رياضيا واقتصاديا في مملكة البحرين وتضمن الاجتماع أبرز التغييرات والحملة الترويجية للسباق كما تم عرض الخطة الاستعدادية لاستقبال الجماهير المحبة لهذه الرياضة العالمية اتجهت منظمة ديزرت فورتس الفنوني القتل المختلط لتأجيل إقامة بطولة ديزرت فورتس 22 تحت شعار المواجهة يوم الرابع عشر من مارس الجاري وذلك في خطوة من المنظمة لزيادة الترويج للنزال الرئيسي في وزن 66 كيلوغرام على درع البطولة والذي يجمع بين ممثل مملكة البحرين المقاتل حمزة الكوهج المحترف بفريق خالد بن حمد لفنون القتل المختلطة للمحترفين والمصنف السادس عشر بالشرق الأوسط المقاتل السعودية المحترف عزيز جليدان ترجمة نانسي قنقر